الحمد لله وحده والأمر كل له سعيد تمام السعادة أيها السيدات أيها السادة أن ألبي دعوة معالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة معالي الدكتور سالم بن محمد المالك ومن خلال معاليه أحيي تاقمه الكريم واحدة واحدا ولهذه المنظمة الرائدة القائدة أيها السيدات أيها السادة في علاقة الشعر العربي بالإعلام وفي علاقة الإعلام بالشعر العربي ستكون هذه المداخلة لا يخفى على الباحث الحصيف والمتتبع الرصين لمسير الشعرية العربية الطويل منذ ميلادها الأول الذي توقعه الجاحب صاحب البيان والتبيين أو قل والتبين جديد عهد وقريب ظهور فالشعر عند صاحب كتاب الحيوان حديث الميلاد صغير السن أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه في الأدب العربي امرو القيس بن حجر بن الحارث الكنبي صاحب المعلقة ومهلها بن ربيعة في حدود المئة إلى مئة وخمسين عاماً قبل الإسلام وإذا استظهرنا مع الجاحب غاية الاستظهار فمئتي عام أي حسب الجاحب في أبعد تقديراته يعود الشعر العربي إلى القرن الخامس الميلادي تقريباً وإذا اعتبرنا نحن الشعر العربي كان أقدم من ذلك على الأقل إذا استحضرنا منطقياً مسيرة تطوره حتى برز لنا ككمال جاهز أو كعنقاء تنهض فجأة من العدم بتعبير أحد المستشرقين يقول ابن الرشيق القيرواني صاحب العمدة في شاهد مشهور مذكور كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر أي العود كما يصنعون في الأعراس ويتباشر الرجال والولداء لأنه أي الشاعر حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وإشادة بذكرهم وكانوا لا يهنأون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم أو فرص تنتج فإذا ترجمنا بلغة الإعلام المعاصر وظيفة الشاعر العربي القديم في النسيج الطبقي للقبيلة الجاهدية فيحماية الأعراض والذب عن الأحساب والإشادة بالمآثر والذكر وهذا العمري هو الحد الجامع والتعريف المانع لمفهوم البروباقاندا الإعلامية الدعائية للكيانات السياسية والمؤسسية التي هي هنا القبيلة والبروباقاندا نستعملها هنا بمفهومها الأقرب إلى الموضوعية أي قبل استعمالها السلبي الاصطلاحي بعد الحرب العالمية الأولى حيث استعملت بمفهوم التضليل الدعائي فكأن الشاعر بهذا المعنى وزير إعلام الجماعة أي القبيلة وصانع محتوى لقنواتها ومدياعها بل لسانها الطويل وهذا ما جعله يتبوأ الصدارة مع الخطيب في سلم الرمزي في النسق الاجتماعي القبلي بالإضافة إلى كونهما الشاعر والخطيب كان دائما وأبدا من حراس القيم العليا قيم الفروسية والصلاح والعدالة والحكمة والتوسط والكرم الكرم الذي من مرادفاته عندهم الندى أي الماء حيث تشتغل الشاعر على قيمة الندى الكرم كتعويض لخصاص الندى أي ندرة الماء في الجزيرة العربية للحفاظ على الحياة العامة وهذا ما نعنيه بالقيم الرمزية العليا للعيش الجماعي المشترك ضمن هوية حضارية جامعة يقوم ببنائها وحراستها أبدا وأدبا هذا الشاعر نعود لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحد وما أخال جحوض عينيه إلا لتطلعهم البعيد العميق للحقائق والرقائق هذا الحدقي الذي تفطن لهذا الدور الرمزي الإعلامي حيث اعتبر الشاعر أرفع قدرا من الخطيب عند القبيلة لأنها إليه أحوج لرده مآثرهم عليهم وتذكيرهم بأيامهم وجاء الجاحد أيضا بتفصيل أوفى في هذا الموضوع فقال كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب بفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شانهم ويهول على عدوهم ومن غزاهم ويهيب من فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم فيهابهم شاعر غيرهم ويراقبه شاعرهم فلما كثر الشعر والشعراء واتخذ الشعراء الشعر مكسبة ورحلوا به إلى السوق وتسرعوا إلى أعراض الناس صار الخطيب عندهم فوق الشاعر لكن هذه الفوقية لم تنتقس أبدا من المكانة الإعلامية للشاعر في تاريخ الأدب العربي ولم تبس من قدره حتى في العصر الإسلامي حيث شكل الشاعر الواجهة الإعلامية الإعلانية للدين الجديد وللدعوة المحمدية الشريفة الماهبة مع شعراء نذكر منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة والكعبان كعب بن زهير وكعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا ألم يقل عليه الصلاة والسلام للأول أهجهم فوالذي نفسي بيده له وأشد عليهم من النبل وقال لحسان الذي بنى له منبرا قل وروح القدس معك أي جبريل حيث سيتحول مصدر وحي الشاعر من الوعي العربي الجمعي من الشيطان كما كان في الجاهلية إلى الملك إنها قيمة تنضاف لسحل البيان وحكمة الشعر وبعد أن انتقل الصراع الحضاري من مفهوم الأمة إلى مفهوم الطائفة أو الحزب السياسي الضيق في العصر الأموي فيمكن أن نقول الأمر نفسه ففي حزب الأموي مثلا هناك شعراء مثل الأخطى التغلبي وأبو العباس الأعمى والفرزدق الذين تحزبوا لهذا الحزب ولحزب الشيعة أيضا شعراءهم مثل أبي الأسود الدؤالي والكميت بن زيدين الأسدي مثلا والخوارج ومن شعرائهم أتذكر هنا الترماح وأيوب بن خولي ويزيد بن حبناء وغيرهم طبعا من الشعراء وحزب الزبيريين أيضا نسبة لعبدالله بن الزبير ومصعب بن الزبير من شعرائهم شاعر الكبير عبدالله بن قيس الرقيات وقص على ذلك في باقي العصور وهكذا إلى أن ينزع الشعر في القصيدة المعاصرة إلى ذاتيته وينتفئ على نفسه لتتكلف وسائل الإعلام بعد ذلك بكل وظائف الشعر القديمة الإخبارية والترفيهية والإعلانية بل والتعليمية أيضا ويتكلف الشعر بالأنتلوجي والوجودي والخاص منكمشا على ذاته محتفيا بمشاكل الإنسان المعاصر الذاتية الضيقة هذا الأمر الذي أدى إلى خفوط صوت اللغة والأدب والهوية خصوصا مع حملات التجريب الشعري صحيح أن المجلات الأدبية والملاحق الثقافية شكلت ملجأا حقيقيا وقنوات للحفاظ على جذوة الشعر في ضمير الأمة الإسلامية إلا أنها أمام ظهور المديع ثم التلفاز انحصرت كما انحصر هذا الأخير أمام الإعلام الرقني ليبقى مصير الشعر مرتبطا بهوية العربي الحضارية والإسلامية رهينا للفعل المؤسساتي وهو الأمر الذي نجد له امتدادا في الإذاعات والتلفازات العربية كبرامج أمير الشعراء هذا البرنامج الجماهير الذي تقدمه أكاديمية الشعر في أبوظبي وهي مؤسسة وكذا برامج كثارة المنتمية للحي الثقافي بقطر وهي مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة أيضا وقناة البوادي المنتمية لمؤسسة البطين وبرامج النيل الثقافية والسعودية الثقافية ومشروعها الرائد المعلقة وجائزة الملك عبدالله الفيصل والعويس وغيرها وقناة الرابعة بالمغرب والتونسية والسودانية الثقافية وغيرهم كثير وهي جميعها كما تلاحظون تنتمي إلى وزارات أو هيئات رسمية أو مؤسساتية مما يجعلنا نخفف كثيرا من المبالغة القائلة أن الإعلام العربي يحتفي بسقوط الشعر أكثر من سقوط الشعر وانهياره في إعلاناته لكن يحتاج الشعر العربي إلى مزيد من الجهد التنظيمي لتوحيد الرؤى وخلق الاستراتيجيات ومد الجصور والشراكات مع المؤسسات الفاعلة وهيئاته المدنية الخالقة لسلطة الرمزي والموجهة للذوق العام والمنتشرة على حدود الوطن الكبير والعالم وتكوين قوة اقتراحية عالمة للتنصيق بين كل هذه المجهودات من خلال التحسيس والتأطير والتوجيه والتنشيط والنشر والترجمة وكذا الترافع لحضور الشعر العربي في دفاتر تحملات المؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية والهيئات والوزارات الوصية على القطاع الثقافي التربوي والإعلامي وكذا تشجيعي ونشري وطباعتي وترجمة هذا المنجز في إطار تجسير العلاقات التقافية التثاقفية الحضارية الإنسانية مع الآخر في إطار المشترك الإنساني ولعمري إن هذا الدور لمنوط باقتدار بمؤسسة من حجم مؤسسة الإسيسكو التي تجمع فيها ما تفرق في غيرها فهي القادرة الشاعرة المستشعرة لأهمية هذا الدور الذي نلمسه جليا في مبادراتها السابقة وفي رؤاها اللاحقة لنصرة الشعر العربي الذي هو ديوان العربي ورمز هويته وميسم وجوده المبدع ألم يقل عليه الصلاة والسلام الشعر كلام من كلام العرب جزل تتكلم به في بواديها وتسل به الضغائن من بينها إنه لغة السلام والتعايش الأبدي والأدبي أولم يقل عليه الصلاة والسلام أيضا لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين والحنين صوت الإبل كما أن الشعر صوت العربي الذي يجب أن ينتشر وينتصر عيدكم أنعموا وأسلم ورمضانكم أبركوا وأنعم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعا ترجمة نانسي قنقر